اشتركوا في القناة كختام مقدمة وبداية بحث سماه أبحاث المنطق ليقول فيه كيف يبحث المنطقيون أو يجيب فيه عما يبحث المنطقيون السؤال الأول كيف يبحث المنطقيون قد مهد له في المقدمة حيث تكلمنا هناك عن كيفية ترتيب الصور التي توصل إلى المجهول ويصير معلوماً عما يبحث المنطقيون قلنا عن ترتيب البرهان وعن صياغة الصورة في كل قضية تحت عنوان أبحاث المنطق وتعلمون بأن المنطقة يبحث عن الفكر وما الفكر؟ ترتيب المعلوم للوصول إلى المجهول فإعادة العنوان هذا تحت عنوان أبحاث المنطق يفيد أنه نتكلم عن الإثنتين معاً فيما وكيف في أي شيء نبحث نحن في المنطق وكيف نبحث في علم المنطق ثم يقول ونقصد فيما نبحث عنه من المعلومات التي ينطوي فيها البحث من جهتيه على المعلومة الحاصلة من المعلومات الموجودة أعيد أنت لديك كم من المعلومات وأكثرها أو جل مبادئها أو جل بداياتها فطري والفطرية ما كانت لتنتج من حركات الفكر بين المعلومات وصولاً إلى مجهول أعيد عندك من المعلوم ما هو حضوري وعندك من المعلوم ما هو فطري تجريبي إلى آخره هؤل المعلومات ستستفيد منها أنت في الوصول إلى مجهول لديك صح؟ لكن عمل المنطقي وبحث المنطقي ترى في ماذا؟ في المعلومة التي حصلت عليها لا في المعلومة الكامنة لديك لا في الفطريات التي فطرك الله عليها ولا في التجريبيات لأنها لم تكن خاضعة في نتاجها وتحصيلها إلى عملية فكرية إذن معلوماتك أصناف ثلاثة صنف حضوري وصنف موجود لديك من غير كسب فكري ما تشاء سمها بديهي سمها ما تشاء فطري فطري وصنف ناتج بعد أن لم يكن بكسب هي تلك معلومة المنطق التي يبحث المنطقي فيها وعنها وكلما ازدادت تلك الحاصلات من المعلومات كلما رتبت منها وبها معلومات وصولا إلى المجهول هذه التي تخضع للترتيب وللتبويب من حاصلات المعلومات هي أبحاث المنطق وتعلم أنت أن الصورة الحاصلة لديك أو الصورة المنطبعة لديك هي صنفان هي صورة مجردة وصورة مبرهنة خلصنا من القسمين لهم الفطريات والحضوريات مش عنهم نبحث بالمنطق نبحث عن الحصول عن الكسب عن المعلومة التي حصلت عليها صحيح؟ هذه المعلومة التي حصلت عليها صارت واضحة لديك إما أن تكون صورة مجردة وإما أن تكون صورة مبرهنة إذن عن أي الصنفين يبحث المنطق؟ عنهما معاً وما المعلومات التي يرتبها المنطق؟ هما معاً هما معاً فمعلومات تصورية توصل إلى معلومات تصورية فعندك من الصور التي لا برهان فيها وتريد أن تبرهن عليها فتجعلها مجهولة وتبني برهاناً من مقدمات علمية قام البرهان على صدقها تبرهن على معلومة صورية لديك أو أو أردت البرهنة على صورة خارجية يعني لتنطبع في ذهنك مبرهنة من خلال أمور مبرهنة إذا اتضح هذا أيها الأحباب فأقول ما من برهان أو إذعان بيقين عندك إلا وقد مر بمراحل غير المراحل اللي يسميناها نحن قنوات المعرفة غير تلك إلا ومر بمراحل شوية هذه المراحل أنت ما كنت لتؤمن إلا بعد معرفة وما كنت لتعرف إلا بعد تصور صحيح؟ كل الأشياء المنطبعات لديك والموجودات لديك الموجودات يعني معلومات صارت المعلومات يعني صارت الصور أصلاً في ذهنك صور الله هذه معلومات أقول هي المعلومات نصطلع عليها بالصور ولا نعني بالصورة الشكل الخارجي في أشياء المنطبعة الصورة الحاصلة يعنون بها المعنى إذا هذا الكوب صورته لها شكل هندسي خارجي فتنطبع صورتها الظاهرية في ذهني لكن لو طلبت منك أن تريني شكل السعادة وشكل الخوف وشكل الألم أي صورة وتنطبع صورته الآن الآن أنت في ذهنك صورتاني عن الأشياء أو عن جل عن بعض الأشياء لما تعيشها حضوراً تعلم بها وإذا ما زالت زال حضورها تعلم بها أنت لست موجوعاً الآن لكن علمك بالوجع حصولي عندما تتحسس الألم فعلمك بالألم حضوري صحيح؟ وأنت تعيش الألم أو السعادة أو اللذة علمك بهذه الأمور حضوري صحيح؟ لأن ذات المعاني قائمات بك حلات بك فعلمك بها حضوري صحيح؟ إذا ما فارقتك أو فارقتها تبقى معانيها في بالك قول تبقى صورها شو يعني صورها؟ مش شكلها صار مش حدودها وزواياها معنى الألم في بالك وتصوغه لي بالعبارة صحيح؟ ومعنى اللذة ومعنى الأنا هذه كلها التي تقوم بك من الحضوريات لك قدرة على توصيف معانيها هذا التوصيف لمعانيها حصولي حصولي إذن حصلت الصورة وانطبعت صورة ماذا؟ لا لا تقصر ذهنك على الصور الخارجية لما نقول الصور الخارجية تعرف بعد قليل ماذا سنصطلع على الخارج؟ خلينا نسميه الحق خلينا نسميه الحقيقي ها؟ خلينا نعبر عنه الحقيقي صورة الشيء الحقيقي مش إلا صورة الشيء في الخارج خارج كل شيء بحسبه واضح؟ هذا الشيء خارجي وهذا الشيء خارجي بعد قليل سنعرض له قل صورة الشيء ممن نقصد فيه صورة الشيء الخارجي الذي يشار إليه بالحس لا صورة الشيء المشار إليه قل مش بالحس صورة الشيء المقصود فهمه صورة الشيء المنوي علمه أو المراد معرفته ها عم نقرب المراد معرفته حتى الشيء المراد معرفته يعرف لا بد أن يصور ها بد يصور صحيح؟ إذن صار المراد من الصورة المعنى وصار المراد من الشيء ذاتا حقيقة مش خارجا عيد لي وإرجع الأشياء القائمة بك لا شكل لها ليمكن التعريف عنها بالصور والرسوم علمك بها حضوري لكن حصل لديك علم آخر بها اسمه حصولي شو المقصود بهذا حصل لديك علم حصل لديك انطباع صورها بل فرجيني صورة السعادة بيضة ولا صفرة من أي الألوان صورة الهموم قل لا قصدنا بالصورة معناها أنا بقدر أرسم لك مجازة أرسم لك يعني بقدر أعبر لك عن معانيها إذا شو تبين عنا بالعلم الحصول إن إحنا الصورة يراد بها المعنى أقول وهذا المعنى الطارئ الحاصل المتكاثر المتزايد كلما ازداد كلما ازداد ربحك للمعلومات كلما تكاثر كلما تكاثر وصولك للمجهولات وهكذا فإذا تعبير المصنف رحمه الله إنها رأس المال أي رأس المال المعلومة رأس المال بس أي معلومة كانت رأس المال هي الحاصلات لديك أو الطارئات عليك قال علم المنطق إنما يحتاج إليه لتحصيل العلوم النظرية في مقابل ماذا ها البديهيات يعني شغلنا في أبحاث المنطق في النظر من المعلوم في النظر من المكتسب لأنه هو مجموعة قوانين الفكر والبحث والبحث شو هالعطف هذا لأنه هو أي القائي المنطق مجموعة قوانين إيه إيه لأنه أداة كبرى تخدم العلوم وتزن المعلومات إذن هو مجموعة من قوانين استحالات وإمكان وامتناع لأنه مجموعة قوانين الفكر والبحث لاش عطف الفكر والبحث مش أني واحد اللي بد يقول لا هل صحيح الفكر هو مجموعة قوانين الفكر والبحث شو صار المقصود من الفكر كما ذكرنا فيما مضى نفس مش إمعان النظر ايه الوصول احسن الوصول الى المجهول من المعلوم والبحث في المعلومات أنفسها أما الضروريات يا أخي الضروريات فهي حاصلة بنفسها إذن المنطق لا يضطر للبحث عن حاصلات بذاتها وأكثر من هك أكثر من هك أصلا حضورياتك لا تخضع لقوانين حضورياتك تلقائية وبديهياتك تلقائية أي قانون أعلمك بما جربت هو قانون التجربة غرائزي قد يكون غرائزيا وإلا فهو حضوري بك فهي حاصلة بنفسها وأزيد ولعن الله يزيد بهذه الأولى من المرآت الربانية التي جعلها الله عز وجل رقاك بها درجة وجعلك متكاملا حيث خلقنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا وجعل لنا قنوات العلم صحيح صحيح بس التفت كيفية استخدام هذه القنوات مش بشري أعيد الله عز وجل خلقنا لا نعلم شيئا وجعل لنا قنوات نستحصل فيها على العلوم شو هي الحسيات الحسيات ما ترى ما تلمس ما تسمع ما تشم ما تذوق صحيح هذه كسبيات بتصير قنوات العلم تجيب لك معلومات ومن فقد حسا فقد فقد علما بس التفت هذه وإن كانت كسبيات فيما بعد لكن قبل الكسبيات أنت مررت بنعمة كبرى من غير التفات هي شو ما بدي سميها العلم اللدني يا أخي سميها الإفاظة العلمية الربانية أقل شيء لو للمخزون العلمي عندك لما قدرت على تصنيف قنوات ومجار المعلومات هذه ما اكتسبتها يعني تصنيف المحسوسات عن المسموعات عن المرئيات عن هذا مش علم علمه بعد شوية رح يجينا أنه أول درجات العلم القدرة على التصنيف والتقسيم إذن هذا رباني كيفية استخدام هذه القنوات رباني إذن ضروريات الحضوريات الفطريات ما تشاء أما الضروريات فهي حاصلة بنفسها بل هي رأس المال الأصلي هي صح المعلوم رأس المال بس هذه رأس المال الأصلي لمين قال لكاسب العلوم هنبلج المنطق لكاسب العلوم يعني الحاصلة على العلوم العلم الحصولي يعني بس أنت عما تعرف سرط أنه هذا العلم الحصولي لولا ذلك الحضوري الرباني أو الرحمة العلمية الربانية ما كنت قادرا على الاكتساب إذن لكاسب العلوم يكتسب بها يكتسب بهذه الضروريات يكتسب بهذه الربانيات يكتسب بهذه المرآة ليربح المعلومات النظرية المفقودة عنده صحيح فإذا اكتسب مقدارا من النظريات زاد رأس ماله بزيادة معلوماته فيستطيع أن يكتسب معلومات أكثر لأن المعلومة الفطرية الأولى أكسبتك كما يتنقلت من خلالها إلى مجهول يعني واجهت مشكلا غير في بديهي فعرفته بالبديهيات اللي عندك توجهت إليه فكفاك المخزون الأول وكثرت المجهولات لديك وكلما ازدادت المعلومات الكسبية كلما قلت المجهولات لأن ربح التاجر عادة يزيد تعنى طل الله على يزيد يزداد كلما زادت ثروته المالية وهكذا طالب العلم كلما اكتسب تزيد ثروته العلمية وتتسع تجارته تعرف يعني يعني كلما اكتسب معلومة كلما قلت المجاهيل لديه ولذا إذا أحاط بشتى علوم قدر عليها وصار عالما بها وابن اختصاص بها كلما كان معلوماتها مجهولات لدى الآخرين فيتضاعف ربحه بل تاجر العلم مضمون الربح بالاكتساب لا كتاجر المال يعني جعلهما من صنف واحد وقد ضم بينهما ضمهما أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وقارن بينهما وجعلهما معا من هومين بقوله من هومان لا يشبعان طالب علم وطالب مال لكن بالمقايسة والمقارنة فإن طالب العلم أرقى درجة وإن تاجر العلم أرقى رتبة أبعد فقوله هنا بل تاجر العلم مضمون الربح بالاكتساب بشروطه لا مطلقا طالب العلم مضمون الربح بالاكتساب بشروطه يعني ليس استجماع المعلومات كسب بس الشيخ رحمه الله ليس في معرض الشرح الأخلاقي للعلم ولا إعطاء الضوابط المفيدة للعلم المفيد إنما صدق رحمه الله يقول كلما اكتسبت معلومة كلما اكتفيت عن مواجهة الجمجهول فإذا أنت مكتسب على كل حال وهو كذلك قال بل تاجر العلم مضمون الربح بالاكتساب لا كتاجر المال وما أصدق الأمير عليه الصلاة والسلام وفيما نسب إليه قوله لكميل ابن زياد يرحمه الله حيث قارن أبو الحسن عليه الصلاة والسلام بين الاكتسابين المال والعلم قال قال يا كوميل والعلم خير من المال هذا ما بيعني نفي الخيرية عن المال إنما هو في مقام التفضيل العلم خير من المال وكان من فوارقه أن العلم أن المال يكلفك حرصا وحرسا وحفاظا ويشغل لك البال ويملأ عليك الوقت قال يا كوميل العلم خير من المال فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال يعني هذا المكتسب لديك اللي هو العلم يحرسك لاش يحرسك كيف يحرسك يبعدك عن الوقوع في الأخطاء لأنك عالم يجنبك العلل والأمراض يجنبك الأعراض والأمراض إذا فعلت ما عندك من علم إذا تستفدت من ما عندك من علم فإنك كاسب على كل حال وتحر ويحرسك يحرسك بعد قلت المجاهيل لديك فقلت أو انعدمت المغامرات عندك فما عدت مغامرا مجربا لأن التجارب المرة قد تكون الأولى هي الأخيرة أصلا إذن العلم يحرسك وأنت تحرس المال بعد والمال قد يزيد على الإنفاق لكن قد تنقسه النفقة لكن العلم يزك على الإنفاق على كل حال هو في زيادة وطبعا من ألطفها ولا ننساها ثم حذر عليه الصلاة والسلام في مقام المقارنة بين العالم الذي لا يكون إلا عالما فلا يوصف بالجهل في حيث كسبه أو من حيث كسبه بينما كاسب المال يوصف بالجاهل ويوصف بالخاسر وذلك ما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام يا كميل هلك خزان الأموال وهم أحياء هلك خزان الأموال وهم أحياء بل نزيد ولعن الله يزيد بل انفنوا ومالهم باقي أخذه الوراث من بعده إذن هلك خزان الأموال بلا شك مات وبقيت أموالهم بل أكثر من هذا هلك خزان الأموال وهم أحياء كيف بذلوا عليه أعمارهم فانتهت أرصدتهم من دنياهم وهم يحسبون وهم يحسبون أن المال رصيدهم فهلك خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر قال رحمه الله وعلم المنطق يبحث عن كيفية تأليف المعلومة المخزونة عنده كيف يؤلفها أي هذه المقدمة إلى أي مقدمة تضم هذه المعلومة إلى أي معلومة إلى أي معلومة أخرى تضم وتألف منهما قضية أنت عندك معلومة تضمها إلى الأخرى لماذا ما ضممتها إلى الثالثة تقول لأنها ليست من صنفها ما الدليل على أنها ليست من صنفها المنطق وبرهانه لماذا 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 لم تضم هذه المقدمة إلى غير هذه المقدمة هذه الصغرى إلى هذه الكبرى بالخصوص لماذا قال ليتوصل بها إلى الربح الربح شو هو كسب المعلومات الزائدة يعني لي كان مجاهيل بتحصيل المجهولات وإضافتها إلى ما عندهم المعلومات فيبحث طارة عن المعلوم التصوري ويسمى المعرف للتوصل به إلى المجهول التصوري ويبحث أخرى عن المعلوم التصديقي ويسمى الحجة ليتوصل به إلى المجهول إلى العلم بالمجهول التصديقي إذن كم بحث عنا بالمنطق بعنوان عريض بحثان التعريف والحجة عندنا عمل بالمعرف وعندنا عمل بالبرهان بعبارة أوضح عندنا علمان علم من شأن الصورة المجردة وعلم من شأن الصورة المبرهنة العلم اللي هو من شأن الصورة أي المعنى المصور المجرد كيف تسميه علم وهو لم يحتوى وبعد لم يقام عليه برهان قل هكذا دخلت إلى ذهني شو استفرت منها كيف تصف بأنها علم عمه يا أخي تعرفت إليها عشان هيك أبحاث المنطق الأولى ستسمى بالتعريف تعرفت إليها صار عندي كم ما عنها فلم تعد مجهولة لدي فعلا لم تعد مجهولة لدي نعم فقد عرفتها معرفتي بها صادقة والله هذا يحتاج إلى حجة وبرهان ولذا قال والبحث عن الحجة عفوا ويسمى المعرف للتوصل به إلى العلم بمجهول التصور ويبحث أخرى عن المعلوم التصديقي ويسمى الحجة الحجة بالمعنى اللغوي يعني هي نفس المعنى دليل يعني ليتوصل بها إلى العلم بالمجهول التصديقي والبحث عن الحجة بنحوين طارة من ناحية هيئة تأليفها وأخرى من ناحية مادة قضاياها هون يا أحباب إذا تذكرون فيما سبق كنا قلنا إن المصنف رحمه الله وإن كثيرين من المناطق يجعلون المنطق مهتما بالصورة حتى تسمى بالمنطق الصوري وأما مادة القضايا فليست من عمل المناطق المصنف رحمه الله عاد هنا وذكر ما لم يذكره سابقا وقال إننا في المنطق بقسمه الثاني يعني في أبحاث الحجة سنبحث عن المادة والصورة سنبحث عن صور المقدمات ونبحث عن موادها بس شو أصدق بموادها شيخ هذا المحقق ما بلا شك كيميائية المادة وفيزيائية المادة ليست من شغل المنطقي خلا مواد القضايا أنها من أي أصناف الصناعات كيف صنعت مادة خطابية مادة جدلية ما هي صناعات الخمس التي يتعرض لها المصنف رحمه الله في الجزء الثالث من المنطق أزيد ولعن الله يزيد ليتبين لك الآن أن المصنف رحمه الله ألف كتابه على أجزاء ثلاثة الجزء الأول في المعرف والقسمة الجزء الثاني في الحجة والبرهان أو في الحجة والتصديق الجزء الثالث في الصناعات إذن صناعة البرهان صناعة الجدل صناعة الشعر صناعة الخطابة هذه الصناعات إلها دخل في تكوين مادة القضية واضح وإذا قال وأخرى من ناحية مادة قضاياها وهو بحث الصناعات الخمس ولكل من البحث عن المعرف يعني الجزء الأول والحجة يعني الجزء الثاني مقدمات فأبحاث المنطقي نضعها في ستة أبواب يأتي تفاصيلها وصلى الله على محمد وآله الطاهرين محمد تفاصيلها تفاصيلها تفاصيلها